أولا لا يمكن يكون أصد المسيح أن هذه الآية تنفس حرفية لسببين على الآل السبب الأول أنه في الموعظة على الجبل هو علم تعليم كتيرة مستحيل تتاخذ حرفية زي مثلا أن أعثراتك عينك فاقلعها هل كان المسيح يعلم الناس أن يقلعوا عيونه؟ حاشا لكن المعنى هنا ما هواش معنى حرفي الدليل الثاني أن المسيح تعرض لهذا الموقف بالذات أنه لطم على خده ولم يحول الآخر فأكيد المسيح اللي كان دايما بيعمل اللي بيعلم به لو كان يقصد المعنى الحرفي في هذه الآية لكان حول الآخر بل بالعكس هو أوقف هذا الشخص عند حده وقال له إن تكلمت رديا فاشهد على الرادي وإن حسنا فلماذا تلطم يبقى إذن ما كانش المسيح أبدا يقصد المعنى الحرفي زي ما قال هاني أنا بشوف أن الآية دي الحقيقة مش بس متفقة مع ثورية شخصية المسيح أنا بشوفها منتهى الثورية منتهى الثورية الثورية اللي الناس بتدور عليها النهاردة ومش لاقيها أنا اللي فهمه إن الرب يسوع بيعلم في الآية دي بيقول امضوا في طريقكم نحو إتمام مشيئة الله وأنتم في هذا الطريق ستقابلكم معوقات كثيرة سيقابلكم الأشرار الذين يحاولون أن يخرجوكم عن طريق المضي قدما في إتمام مشيئة الله سيلطمونكم لكي تتحولوا عن الطريق ودي أكبر خدعة إنه أنا ماشي علشان أعمل الرسالة بتاعتي بيجي واحد يضربني فبدل ما أكمل طريقي وتمم الرسالة أعد أرد على اللي ضربني وبعد ما أرد على اللي ضربني يطلع لي واحد من ناحية التانية فأطلع أرد عليه وبعدين يطلع لي واحد تاني وأفاجأ في النهاية أنا عمال أرد على اللي بيضربوني وما كملتش الرسالة هو بيقول خليك في منتهى الثورية الإصرار على المضي قدما في طريقك لإتمام رسالتك غير عابئ بهذه الأقلام التي تأتيك أو هذه اللطمات التي تأتيك من اليمين أو من الشمال كن على استعداد أن تتحمل اللطمة الثانية ولا تتحول عن طريقك النهاردة إحنا بنشوف الشباب الثوري وبنقول يا سلام على ثوريتهم اللي على الرغم من بيتضربوا بيتسجنوا أحيانا لكن بيظل في سجنه مصر على الأفكار بتاعته وبنقول هذا الشخص في منتهى الثورية لأنه تسجن بسبب اختياراته وما زال مصر عليه المسيح بيقول إذا لو طمت بسبب اختيارك أن تتم مشيئة الله كن على استعداد أن تتلقى اللطمة الثانية لكن لا تتحول عن طريقك